سيئلة تأتي من سادة المتصلين بالفيسبوك والمشاهدين والمتابعين السؤال اول من السؤال احمد بيقول كان في خلاف بين زوجتي واختي وانا حلفت على زوجتي وقلت علي الطلاق ما تروح البيت طول ما اختي موجودة وفي ناس دخلت في الامر والدي كان مريض وانا خفت على والدي وديت زوجتي البيت واختي موجودة يعني ايه السؤال يعني هو قال لمراته ما تروحيش البيت ما دام اختي هناك بيت العيلة بيت والده ودخلت في الامر عشان تصلح وبعد كده ولده مرض فودي مراته برضو تشوف والده كانت اخته موجودة فمصير هذا الطلاق ايه يعني فيه طلاق ما هو قال له وقلت علي الطلاق ما تروح البيت علي الطلاق ما تروحي علي الطلاق حلف بالطلاق والحلف بالطلاق ما دام مسوقا يعني ما دام متلفظا به لأجل الحمل على فعل شيء او الحمل على ترك شيء فالمفتى به انه لا يقع به طلاق وانما فيه الكفارة كفارة اليمين